موسيقى اليوم في مدينة تيفيل تنعاني والساكينة دي المدينة كاملة تتعاني من مشكلة حقيقية المشي واليد اليوم هو جاي من تمانينات من تمانينات وطيفيل تتعرف في الجماعات المجاورة يعرفوا الرمي ديال الأسبال وديال النفايات فهذا الفضاء اللي تنشوفوه اليوم اللي كانوا في الأصل واحد المتنفس بيئي مهم جدا الناس ديال تيفيل توليك ديال الجماعات المحيطة في انتيجوا الترفيه وفي انتيجوا المزاولة الرياضاء الاخرية كل يوم انتم تنشوفوا هذا الحالة عادية وواحد المطرح عشوائي اللي تيشكل تهديد على الصحة ديال الساكنة وكذلك على الإيكو سيستام الإيكولوجيك على البيئة ديال المدينة احنا في المجلس انا كمستشر جماعي في مدينة تيفيلت منذ اول دورة جماعية يعني في هذه الولايات وحنا تنت وضعين هذا الميل في هذا ضمن الأولويات لاننا نعتبره مهم جدا وتيخصوا يكون على رأس الأولويات ديال سواء المجلس ولا مختلف فاعلين الوزارة الوصية ومختلف يعني الفاعلين قمنا بواحد العدد ديال الخطوات ديال الترفوع من طلقان من اسئلة كتابية وشفائية اللي تنترحوها في كل مناسبة على الرئيس ديال المجلس وكذلك من اللي تنشوفه بالمسألة وصلات العليمية ديالها على المستوى المحلي فدرنا بشكل شخصي درت جوج ديال المرسلات الوزيرة اللي تنتسأل فيها يعني على هذه المشكلة دا وفين وصل وشنوهما الأسباب يعني ديال تأخير ديال إيجاد حل ديال هذا الميلف في الجواب ديال كذلك وصلنا حتى البرلمان عبر البرلمانية ديال فدرات اليسار الديمقراطي اللي طرحتها على الوزيرة وفي الجواب ديال ديال الوزيرة سواء على السؤال ديال نائبة البرلمانية ولا كذلك على المرسلتين ديالي تنفهموا باللي الوزراء خاصة واحد المبلغ مهم ديال 900 مليون ديال سنتيم الجماعة ديال تيفلت تهم التهيئة ديال ديال هذا المطرح كحل مؤقت على الأقل غير بش مي غير بش هذه الأزبالة هذه ما تكونش بهذه الشكلة أنا اليوم ما كينش فرز النفايات النفايات السامة تطلق ديال السباطرات وديال المجزرة وديال هذا تطلق مع النفايات المنزلية وتيجوا وتغدوا عليها اليوم تكونوا بشكل يومي تيجوا وتغدوا عليها يعني الماشية إلى آخرين اليوم اللي في الخرط القواعد وبالتالي تندخلوا في واحد دورة صحية اللي غير سليمة هذا المبلغ هذا ديال 900 مليون سنتيم من اللي طرحناه على المجزق اليوم في مشاجهة 900 مليون سنتيم قالك ما زل ما حليناش لابل رفخ لأن بوحدنا ما قادرينش لأننا نحلوه ما كافياش باش نحلوه هاد المشكلة نسأل أخرى هو أن في جواب ديال الوزارة نفهمو باللي المشروع اللي كان هو أن هاد النفايات كاملة وهذا المطرح غاد ينتقل للواحد الجماعات ورابية أخرى اللي اسمتها تجمعت اللي جات ما بين تيب في التخميسات تما في نغيد دار مطرح عصرية يراعي اللي نغم كما تنقولو المعايير ديال التنمية المستدامة إلى آخره ولكن هذا المشروع عادت تأخر بزاف وفات له دليل اللي كان خصو يكون واجد فيه آخر وجواب ديال الوزارة كانوا داروا استفسار للمجلس ديال تيففلت ولكن بدون جواب بدون أدنى جديد اليوم تيففلت تعيش وضع خطر واليوم الجميع تتحدث في الارتصال في وسائل التوصول الاجتماعي على هذه المسألة التي تعتبرها خطرة جدا نتمنى ونحن مستمرين في النضال وفي الترفوع نتمنى ويتوجد حل في أقرب الأجل بصيفتي كطبيب كنتشغل في مدين تيففلت كنتلقى تقريبا أسبوعيا حالات ديال مرضى أمراض تنفسية وكذلك ناس محتشي أمراض اللي كيجوا في حالة ديال إما اختنق إما أزمات ديال الربو أو الحساسيات التنفسية وهذا كينتج والسبب دياله من خلال تساؤلات مع المرضى ديالولي السبب دياله كيتعلق بالدخان اللي كيتصاعد من الحرق ديال ديال النفايات هنا في الغابة ديال القريعات هاد دخان لي كي يكون حامل غازات سامة كذلك مواد كيميائية لي كتضرب الصحة ديال ديال الساكنة ديال من خلال تجربة ديالي كطبيب داخلي سابق في المستشفى القرب من دين تيففلت عيشت هاد الازمات مع الناس اللي كانوا كيجوا في حالات مستعجالة بسبب هاد تصاعد ديال الدخان وكان اللي كان نصحوهم دائما انهم في الوقيتة وفي الأيام اللي كيكون فيها الحرق انهم يا إما يبعدوا على المناطق اللي كيكون فيها الدخان تصاعد بزاف يا إما يستعملوا الاحتياطات وياخدوا الاحتياطات اللازمة موسيقى هاد البسيفتي كمتضرير من الساكنة ديال مدينة تيففلت تنشوفوا هاد اليمات بالخصوص تتكاتر الدخان وهاد الحريق ديال النفايات واللي عنده تأثير على الصحة ديالنا احنا كابنت ولينا تلاحظوا الابناء ديالنا والتي واحد المرض ديال الحساسية تصوروا انه بالدري صغير والتي يعاني من الحساسية وهاد المعروفة بتيفلت وكما تحدثوا على الناس ديال الاختصاص وبصفتي واحد البائع متجول هنا في المخرج ديال مدينة تيففلت كنت ديما تنشوفوا واحد الحركية ديالناس انها تتمرس الرياضة هنا في هذا الخرجاء في المدخل الجنوبي ديال مدينة تيففلت فإذا بيمنتي يكون هاد الجو معكر وهاد النفايات تتحترق تنشوفوا معاناة ديال الساكنة ديال مدينة تيففلت فاللي تنطالبوا إحنا الساكنة تنطالبوا الجهات المسؤولة تخرج لنا بشي تصاريح ونعرفوه شنه هم الأسباب اللي تتخلي هاد الناس خصوصاً واننا تنشوفوا ان الدولة تتخصص واحد المبالغ هامة في التحذير من حرق الغابات فإذا بيحنا الأطفال ديالنا والأبناء ديالنا تنشوفوا الغابات تتحرق يومياً وكما تتشوفوا وانتما كما تتشوفوا اليوم هما مباشر اللي تتقدروا توجهوا الكاميرا ديالكم اليومياً أنا تنعيش هاد المعاناة اللي تنعيشها وتنشم الرائحة فاحت الصحة ديالي واللي تنشوفها طبعاً نعملًا الطبيبان طلب المعاناة طبعاً اشترقى طلب المعاناة لاننا تنشوفوا ندخل ما نريد اليومياً هنا في مناسبة لذلك، تتحدث جزء ديالتان نحن في التحذير من ديالتان شكرا